قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن أصيب بخيبة أمل من قرار أوبك بلاس نعم وأضاف سوليف عنه أن بايدن يعتبر قرار التكتل قصير نظر بخصوص خفض إنتاج النفط هذا وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلاس قد اتفقت على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا على أن يدخل القرار حيث التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل بعد ترقب في الأوسط السياسية والاقتصادية قرر تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا وهي أكبر تخفيضات في الانتاج منذ جائحة كورونا في 2020 التكتل الدولي المصدر للخام الذي ينتج نحو 40% من إجمالية الإمدادات في السوق العالمية يضم 23 عضوا بقيادة سعودية وروسيا ويسعى من خلال الاتفاق إلى ضمان عدم انخفاض الأسعار التي ترجعت بأكثر من 25% خلال الربع الثالث من العام الجاري بفعل تباطو الاقتصاد العالمي ويتوقع مسؤول تجارة الطاقة أن يقترب سعر خام براند من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام وفي أول رد فعل على القرار انتقدت الولايات المتحدة خفض الإنتاج وصرح البيت الأبيض بأن على واشنطن أن تكون أقل اعتمادا على دول أوبك بلاس وباقي المنتجين والبيت الأبيض كان قد وصف مسبقا أن احتمال خفض الإنتاج سيكون كارثة كاملة وعملا عدائيا والإدارة الأمريكية كانت تضغط من جانبها لخفض الأسعار بدعوى أن امدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلبة لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الخطوة التي اتخذها المجتمعون في فيينا من شأنها أن تقلص الإمدادات في سوق النفط في وقت يحضر فيه مسؤولون من شركة الطاقة من أن الأسواق تعاني نقصا خاصة بعد تقلص إنتاج روسيا النفطي بأكثر من مليون برميل يوميا ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإنتاج أوبك في شهر أغسطس الماضي كان أقل من مستويات المتفق عليها بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا بسبب نقص القدرات الكافية للإنتاج خريطة الطاقة العالمية تتغير وتتغير معها امدادات النفط وتقلبات الأسعار التي تلقي بظلالها على الأسواق ومعدلات التضخم إذن للنقاش ينظم إلينا من واشنطن ويليام لورنس المسؤول السابق من الخارجي الأمريكي وأستاذ العلوم السياسي أستاذ لورنس مرحبا بك معنا هو قرار قصير النظر يقول البيت الأبيض بل ويخدم مصلحة روسيا برأيك لماذا وكيف هو أيضا يخدم مصلحة روسيا زيادة أسعار النفط من الهدف الأساسي أقل من 90 دولار لـ 80 يرفع إلى 100 دولار للبرميل الواحد يزيد بـ 10 أو 20% مما تجنيه روسيا من النفط والغاز ويتتعرض لعقوبات دولية كبيرة بسبب غزوها غير القانية الأوكرانية ومن ثم أن الذي يفعل ذلك أنه يصب الأموال تتدفق في يد بوتنا في الوقت الحالي في الوقت الذي تحاول المجتمع الدولي الضغط عليه العصور على تنازلات لأنه يخسر على أرض المعركة وكلا بد من مزيد المضغوط حتى تضعوا تلك الحرب وأوزارات من حيث ناحية جيوسياسية هذا وقت سيء من ناحية الاقتصادية في الولايات المتحدة منزعجة أيضا لأن الحكومة الأمريكية احتخذت تجارات هائلة لتخفيض أسعار النفط والغاز من 5 دولار للغالون إلى 80 هذا يرفعه على 10 أو 20% في الوقت الذي ينزعج في المستارك الأمريكي من هذه الضغوط التضخمية في الطاقة العالمية بشكل عام وهذا سوف يؤثر على الانتخابات الأمريكية ولذلك هذا سبب من أخف أن كثير من الساس الأمريكان منزعجون من ذلك نعم سيد لورنس كيف سيؤثر هذا القرار على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها داخل أو حلفاء العضاء في أوبيك بلاس كانت علاقاته سيئة قال بايدن أشياء بشكل في الحملة الانتخابية كان بايدن تغير مقفه بسبب هذه قضية الطاقة وذهب إلى السعودية وهو ساقرا يحاول أن يوقف يمنع حدوث ذلك وكان من الحتم أنه يحدث انخفاض في أوبيك بلاس وقد يكون خمسمائة ألف برميل فاليوم بالإضافة المائة ألف الذي انخفضت في سبتمبر وكان يصل إلى مليوني برميل فهذا يؤثر كثيرا على الولايات المتحدة وإشارة الأخرى من السعودية التي تقود هذا الحلف أنها لا تهتم ولا تبالي بمصالح الولايات المتحدة في هذه القضية وفي هذا الوقت من الكثير من القوات في السعودية وهناك كذلك عمل بشأن اليمن لضمان الدفاع السعودية فيما تعلق بإيران والهجمات الصاروخية على السعودية هذا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية سيد لورانس هذا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقد تطرقت في حديثك إلى التأثيرات الداخلية لهذا القرار لأوبك بلاس الاحتياط الأمريكي هو في أدنى مستوياته تقريبا منذ 1984 الولايات المتحدة أيضا الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذا القرار كيف يمكن أن يؤثر داخليا في الولايات المتحدة بشكل سربي كما قلت الآن فهذا يفعل أسعار الغاز يتأتي لارتفاعها في الوقت فهذه القرارات السياسية لتعديد ما كانت الديمقراطيون أو الجمهورين يسيطرون على الكونغرس أو مجلس الشيوخ فإذا هذا وقت حرج أنهم يلومون هذه القضايا الاقتصادية على الحكومة ولذلك فإن بايدن والديمقراطيون الآخرون يحاولون جهدهم لتخفيض أسعار الغاز لدفع عجلة الاقتصاد لتخفيض كل الآثار العالمية في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية والضغط الطلب الشديد على الطاقة ويأثر على الأسعار وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي كل هذه عامل مترابطة عامل داخلية وعامل داخلية في السعودية داخلية في الولايات المتحدة لابد أن نفهم كل ذلك لكن في نهاية المطاف سيكون من الأفضل أن يكون هناك تنسيق أفضل والحجة القائلة من أوبيك بلس الذي فعلته سيؤدي لاستقرار الأسعار بل سيكون لها أثر عكسي يؤدي لعدم الاستقرار على المدى القصير شكرا جزيلا لك من واشنطن ويليام لورانس المصورة السابقة بالخارجية الأمريكية والسعادة العلوم السياسية